الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن طعام والشراب والجمع من طلوع الفجر صادق إلى غروب الشمس والواجب على المسلم حفظ صيامه من المبطلات وهي الأكل والشرب وما في معناهما مما يغذي البدن كالمحاليل والإبر المغثية وحقن الدم ونقله الجماع وإنزال المني بمباشرة أو السمناء ونحوه أما الاحتلام فليس مفطرا بالإجماع ومثله المذي على الراجح التقيئ عمدا أما إن غلبه القيء فصيامه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض الحجامة ومثلها التبرع بالدم ومن احتاج إلى التبرع نهارا فليفطر وليقض يوما مكانا ومما يبطل الصوم إجماعا خروج دم الحيض أو النفاس في أي لحظة من النهار حتى ولو كان خروجه قبل المغرب بدقيقة من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بالحكم أو ناسيا له أو مكرها فصيامه صحيح إلا الحيض والنفاس فإنه مبطل على كل حال إن الصيام له فروض وحدود يجب حفظها والله تعالى يقول في نهاية آيات الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة